نعود إلى الدكتور عمر عبدالستار دكتور عمر نعلم أن هناك مبادرات عربية منذ 1982 لحل القضية الفلسطينية ربما في عام 1982 في عام 2002 أو 2003 وهي محاولة لحل القضية الفلسطينية والتوصل إلى حل مع الجانب الإسرائيلي لحل هذه القضية في كل هذه الأحوال نجد أن إيران تعارض هذا الحل وهذه المبادرات العربية هل إيران فعلا تريد استمرار هذه القضية وهذه الأزمة وهذه الحالة الفلسطينية أو أنه أيضا كما يسمى بقميص عثمان تستغله إيران لتدخلاتها في المنطقة هو أنا أذكر سؤالك جوهري أستاذ محمد الحقيقة أنا أذكر إيران عندما جاءت ولاية الفقية كان العرب منقسمين للأسف بفعل كام ديفيد نعم يعني كام ديفيد وإخراج مصر من الجامعة العربية فصاروا العرب كأنه معسكرين حتى في حين كان المرحوم ياسر عرفات موجود وياها صارت شغلتين صار حرب عراقية إيرانية وصارت دخول إسرائيلي على جنوب لبنان فعرفات عندما ذهب إلى لقاء خميني في حينها طلب خميني من عنده أن يقف عرفات مع إيران ضد العراق لكن عرفات رحمة الله عليه أن حازل عروبته ووقف مع العراق ضد إيران فانقطع الدعم عن عرفات حتى عندما بدأت الحرب وبدأت إسرائيل بضرب جنوب لبنان طلب صدام حسين الله يرحمه أيضا طلب صدام حسين إيقاف الحرب العراقية الإيرانية خميني ماذا قال في حينها؟ وهذا جواب على سؤالك سلام محمد خميني قال أن التدخل الإسرائيلي في جنوب لبنان هو لتشتيت جهود إيران في مقاومة أو في حربها لصدام حسين يعني هنا وقال في حين بدأ أول شعار أن الطريق إلى القدس يبدأ عبر كهربلاء هذا الشعار صدر بالـ 82 فعلا أنا أعتقد القضية الفلسطينية هي قضية عربية إسلامية هؤلاء خطفوا الدين خطفوا الدولة خطفوا الأمة تاجروا بقضية فلسطين حتى في حين حسب الله عندما جاء كان أول ذراع لولاية الفقه في المنطقة على الحدود صادر بالتعاون ربما غير المكشوف مع إسرائيل المقاومة الفلسطينية اللبنانية آخر شيء آخر شيء وأختم جوابي على سؤالك حسن نصر الله يقول أنا أشرف شيء سويته أكبر شيء سويته أفضل شيء سويته بحياتي هو خطابي عن حرب اليمن وليس عن حرب تموز هؤلاء ليسوا من أجل فلسطين هؤلاء من أجل نشر الإرهاب ومن أجل تدمير الدول والاستمرار بهذا العمل الحقيقة وأنا أعتقد هنا نقطة مهمة جدا مواجهة إيران هو ليس بالضغط عليها من الخارج لأن مشروعها فاقد المشروعية بالداخل أنا أعتقد المواجهة إيران الحقيقية لإفشال هذا المشروع هو تحرير الشعب الإيراني من هذا النظام القمعي اللي خاطف إيران منذ أربعين عام تقريبا نعم